اشتركوا في القناة اللي صاحبة ماتش الاهلي والزمالك اللي تلعب الحد اللي فات زي ما حضرتكم عارفين ان الماتش انتهى بالتعادل ايجابي اتنين اتنين بس خلينا نقف عند النقطة دي عايز نشوف ردود الافعال بعد المباراة بعد انتهاء مباراة القمة عايزين نشوف ردود الافعال نشوف جماهير النادي المنافس فرحة قد ايه بالتعادل فرحة بالفوز اتنين اتنين جماهير المنافس فرحة بالفوز اتنين اتنين وكأنه زي ما بقول لحضراتكم فوز ده حقهم وليس انتقاس منهم هما لهم كل التأدير والاحترام انما انا بتكلم على ردود الافعال المختلفة بين الناديين او بين جماهير الناديين انما احنا بالنسبة لنا بقى يعني هما احتفلوا بالفوز اتنين اتنين احنا تعادل بطعم الخسارة زعلنا ان احنا خسرنا اتنين اتنين احنا خسرنا اتنين اتنين خليني اتكلم في نقطة بس لزمايلي اخواتي الصغراء لعيب النادي الاهلي في احيانا فرص بتجيلك في الملعب لو ضيعتها مرة واثنين هتروح منك خالص لازم استغل الفرص دي ماتش اللي فات كان من السهولة ان لعيب النادي الاهلي تخلص الشروط الاولاني تخلص الماتش من الشروط الاولاني زي الدور الاول زي الدور الاول لما جدنا الشروط الاولاني واحد واثنين وتلاتة ولما كسبت خمسة تلاتة المنافس فرحان ان هو خسر خمسة تلاتة ده اللي كان لازم يحصل الشروط الاولاني انت لعيب النادي الاهلي انت نوعية تانية مختلفة عن بيت الاندية مع احترامي لجميع اللعب في لعيبة جمدة جدا وكبيرة جدا في جميع الاندية ولكن انا بتكلم على روح الفانيلا الحامرة شخصية لعيب النادي الاهلي معلش انا بحمل الماتش اللي فات مسئولية الهزيمة اتنين اتنين الهزيمة اتنين اتنين لان احنا بحملها لعيبة النادي الاهلي الشروط الاول معلش ولو كنا في الملعب احنا احنا زمان كنا احيانا كتير جدا بنقصر بس ما حاسين ان احنا قصرنا الدوري في الملعب الماتشات المتأجلة لو كسبناها باذن الله نركب الدوري بخمس نقاط عن اقرب المنافسين ما تضيعوش الفرصة دي من ايديكم لعيبة النادي الاهلي ما تضيعوش الفرصة دي من ايدك الفترة اللي جاية بتعيد كنتوا في الملعب